ولأن الاستقرار يمثل أولوية عراقية بامتياز حذرت وزارة الداخلية من مخطط لافتعال الفتن بين الزائرين في محافظة كاركوك وذكر بيان للداخلية أن جماعات قامت بتسلل بين صفوف الزائرين لتوجه إلى محافظة كربلاء لافتعال المشاكل مع الزائرين العراقيين وتكلم باللغة الفارسية وقيام الآخرين بافتعال المشاكل مع الزائرين الإيرانيين وتحدث باللهجة العراقية ودعت الوزارة إلى عدم الانجراف خلف تلك الفتن وإبلاغ الأجهزة الأمنية فوراً عن أي شخص يحاول افتعال مشكلة أو الاعتداء على الزائرين